بذات الموضوع ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن السياسي بسام القزويني. أهلا بك سيد القزويني معنا في العراق اليوم. كيف تقرأ تداعيات القصف أو عفوا فاضل البدراني. أهلا بك معنا في هذه النشرة. كيف تقرأ إذن تداعيات القصف الإيراني والحديث عن احتمالية تدخل بري ربما من تركيا في قابل الأيام؟ الأمور باتت مفتوحة بالنسبة للمناطق الشمالية العراقية. والتحذير الأمريكي قبل يومين بمنع الرعاية الأمريكان بالتواجد في المنطقة الشمالية. خشية من وجود فعلا تهديد بري على شمال العراق وتعقب جماعات البككة المتواجدة شمال العراق. نعم المنطقة أصبحت ساخنة المحافظات الشمالية أربيل سليمانية. هو كهذه المناطق في شمال العراق والتي تشكل أقليم يتمتع بحكم ذاتي أصبحت مهددة. والقصف الذي حصل ليلة أمس من قبل إيران. الحرس الثوري الإيراني ضد المناطق التي تتواجد فيها أحزاب للمعارضة الكردية الإيرانية. ومخيمات أيضا. هذا جعل الأمور أكثر سخونة. وإذا تلاحظ حضرتك الأمم المتحدة الأميركان. بعض الأطراف الدولية العديدة. القوات الدولية في الشرق الأوسط. كلها دانت هذا الهجوم. والإيرانيين على ما يبدو مصرون على مسألة. لأن التصريحات الإيرانية سبقت هذا القصف بساعات. بأنها ستستادف هذه المقرات. هذا يعطينا مؤشر. أولا أن المناطق الجبلية في شمال العراق. منطقة الأقليم الكردستاني العراقي. هي منطقة مشجعة لوجود المعارضات الدولية. وهي تمثل انتهاك لسيادة العراق. وأيضا هذه أضحت أن تكون مصادر قوة مؤثرة لضرب. ولكن دكتور بدراني نتحدث هنا بحسب مراكز متابعة وإطلاع وإحصائيات. خلال أربع سنوات هذا القصف رقم 100. عندما تصل دولة مجاورة أن تعلن أنها تنوي القيام بعمليات قصف لدولة جارة بهذه الطريقة. في ظل صمت يثير علامات استفهام من قبل العراق حتى الآن. عن موقف أو أي خطوات. كيف يمكن أن يقرأ ذلك؟ القراءة الدقيقة ما يتعلق بالبككة التي تستهدف الأمن التركي. حقيقة بعض الأطراف الكردية منقسم على بعضها. الأطراف الكردية قسم منها تؤيد البككة. والقسم الآخر تعارض. الحكومة العراقية في بعض أحزابها تؤيد البككة. وأحزاب عديدة تعارضها. أيضا هذا الأمر ينسحب على المعارضة الإيرانية التي تتواجد في أربيل. أيضا الحكومة العراقية تبدو أغلب الأحزاب والحكومة معارضة لهذا التواجد. ولكنها تقع كلها ضمن حدود الأقليم. المشكلة أن حكومة الأقليم والأحزاب الكردستانية في الأقليم. عندما تتعرض للتهديدات التركية والإيرانية. هي تستغيث لدى الأوساط الدولية. وتقول أنها حدود عراقية وأراضي عراقية. وتريد للحكومة العراقية أن تتدخل. لكن الحكومة بذات الوقت تجد نفسها محرجة. عندما ليس لها حق التدخل بقواتها. وبسط الأمن على حدود العراق الشمالية. وأعني بذلك المحافظات الشمالية الممثلة بالأقليم. إذن في خلطة غير طبيعية. وتناقض بالمواقف. ولا هي أراضي عراقية. على الرغم من أن الانقسامات التي تتحدث عنها. هي واقع حاصل في المشهد العراقي. ولكن الجميع يتفق على أن ما يحصل. سواء داخليا في العراق أو حتى دوليا. هو انتهاك للسيادة العراقية. أتفق تماما هذا اللي ردت أنا أقوله. أقول بالمحصلة النهائية. الأتراك والإيرانيين ينتهكون سيادة العراق. والمواطن الذي يقتل في أقليم كردستان العراق. هو مواطن عراقي. السبل الدبلوماسية هي أفضل خيار لتخفيف هذا الاحتقان. ولا يمكن لمعارضة أن تنتهي بهذه الطريقة. طريقة الإيرانيين والأتراك. عندما يستهدفون الأراضي العراقية الشمالية. ويقتلون المواطنين. ويهجرون السكان الآمنين. وتترك الأراضي الزراعية من دون أهل. وحتى المخيمات التي هي. سواء كانت إيرانية من الإيرانيين متواجدين. مواطنين آمنين. أو المخيمات التي تأوي أبناء المحافظات الموصل والعنبار. وكاركوك وديالا وغيرها. متواجدون في هذه المناطق. عمليات الاستهداف. إنما هي عمليات على حد الوصف الأمريكي. هي عشوائية. وهي حقيقة مرفوضة دوليا. على ما يبدو بالنسبة للجانب الإيراني. مصر على هذا العمر. دون أن يكون للموقف العراقي دور. وأتوقع أن الحكومة العراقية. ما الذي يمنع العراق؟ دكتور بدراني أن يدول هذه القضية في مجلس الأمن رسميا. بدل مواصلة الاستنكار مرة بعد أخرى. في حالة خجولة. بالنسبة للعراق. بعض البيانات تصدر بوقت متأخر. هذه طبعا محسوبة لدى العلاقات ما بين العراق وإيران. أو أي العراق وتركيا. هذا التأخير محسوب في العلاقات فيما بين الدول. لكن يوم 29 أيلول الماضي. وهي بداية الهجمة الإيرانية الشرسة على أربيل. على وجه التحديد بالطائرات والصواريخ. لحظنا الخارجية العراقية كانت نشطة جدا. والبيان كان الحكومي والخارجية. كان بطريقة استنكار لأول مرة أسمعها. وتم استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج. على ما يبدو أن هذا الموقف قد يكون بسبب أن وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. هو كونه من أربيل ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني. تبنى هذا الموقف. لذلك معنية الحكومة العراقية. أهليتها على حدود العراق الشمالية. ومعنية بالتحاور مع إيران ومع تركيا. وخاصة لدينا جلسة للبرلمان. سوف تناقش هذه القضايا أمام الشعب العراقي. وتحد ومحاولة استنكار. وتوجيه رسائل عراقية برلمانية إلى إيران وتركيا. بالحد من هذه الضربات وانتهاك سيادة العراق. شكرا جزيلا من بغداد. كان معنا أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية. الدكتور فاضل البدراني.